في 2001 رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو كان بيزور مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة عفرة الموجودة شمال الضفة الغربية المحتلة وأثناء الزيارة دي في شخص ما صور نتانياهو فيديو بدون علمه غالباً هو بيتكلم مع المستوطنين الإسرائيليين نتانياهو اللي كان بيتكلم ساعتها براحته قال لللي قاعدين معه بالنص أنا عارف أمريكا كويس أمريكا دي شيء نقدر نحركه بمنتهى السهولة ونقدر نحركه في الاتجاه الصحيح الفيديو ده ظهر لأول مرة في يوليو 2010 وساعتها بعض الصحف الأمريكية تلقفته باعتباره دليل على قدرة الإسرائيليين على التحكم في السياسة الأمريكية وتوجيه ومن لحظتها بقى كل واحد عاوز يثبت مدى نفوز الإسرائيليين على صناع القرار في واشنطن بيشير للفيديو ده لكن في الحقيقة كلام نتانياه الصريح في الفيديو ده يبدو تافه جدا لما انقرنه مع تصرحات رئيس الولايات المتحدة بذات نفسه واللي يمكن البعض يعتبرها أكثر تطرفا من تصرحات الإسرائيليين نفسه في 18 أكتوبر وأثناء زيارته تلقبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنا صهيوني ومش لازم الواحد يكون يهودي علشان يبقى صهيوني وإسرائيل لو ما كانتش موجودة كنا اخترعنا واحدة بايدن قال التصريحات دي في إطار إعلانه عن دعم أمريكا الكامل وغير المنقوص للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة المحاصر اللي تعرض لمجازر بشعة على إيد جيش الاحتلال رح ضحيطها الآلاف من المدنيين اللي تم استهدافهم في كل مكان من أول البيوت لحد المستشفيات لكن بايدن الصهيوني على حد وصفه لنفسه مش هو الشخص الوحيد في واشنطن اللي واقف بقوة وراء الاحتلال أعضاء الكونجرس الأمريكي هم كمان بيدعموا الاحتلال بقوة وده شوفنا به وضوح في 25 أكتوبر لما مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية كاسحة على مشروع قانون بيعلن التضامن مع الاحتلال وبيتعهد بمنحه كل المساعدات اللي يحتاجها في عدوانه على غزة وفي نفس الوقت أعضاء المجلس رفضوا اقتراح بأن مشروع القانون يتضمن قرار بوقف إطلاق النار في إشارة واضحة للإسرائيليين بأنهم يكملوا قتل ودبح في الفلسطينيين الدعم الساحق للاحتلال من قبل صناع القرار في واشنطن بيستدعي دايما سؤال منطقي جد ليه؟ ليه الأمريكان مش شايفين ومش مهتمين غير بالإسرائيليين ومصالحهم؟ هل أعضاء الكونجرس دول دماغهم مغسولة؟ هل الناس دي ما فيهاش حد عنده حد أدنى من الضمير يدرك حقيقة الإجرام الإسرائيلي في حق الفلسطينيين؟ هل مفهمش حد جريء يرفع صوته ويقول لا للإسرائيليين؟ في حلقة النهاردة هنحاول نجاوب على الأسئلة دي هنعرف إزاي الإسرائيليين بيحركوا السياسيين في واشنطن بمنتهى السهولة زي ما نتنياهو قال وإزاي اللوبيات أو جماعات الضغط التابعة للإسرائيليين بتتحكم في السياسة الأمريكية من خلال عدة أساليب أبرزها المال وأخيراً هنوضح لكم إزاي بايدن بيلعب لعبة خطيرة جداً ممكن تكلفه خسارة الانتخابات الرئاسية القادمة لو استمر في دعم الاحتلال بالشكل الواقع ده أنا عشرف إبراهيم ده المخبر الاقتصادي بلس من حوالي سبعين سنة وتحديداً في مساء 14 أكتوبر 1953 العصابات الصهيونية في فلسطين اقتحمت قرية قبية الفلسطينية الموجودة في شمال غرب رمالة الصهاينة بعتوا فرقة عسكرية كانوا مسميينها الفرقة 101 حصرت القرية وبدأت تقصفها بالمدافع وبعدين دخلوها وبدأوا يفجروا البيوت فوق دماغ صحابها وضربوا كل اللي شافوه قدامهم بالرصاص في المجزرة دي الفرقة اللي كان بيقودها ساعتها رائد متقاعد تم استدعائه للخدمة اسمه ريال شارون قتلت حوالي 67 فلسطيني وعصابت العشرات وده طبعاً غير البيوت اللي نسفوها في عددها الصادر بعد حوالي أسبوعين من وقوع المجزرة وتحديداً في 26 أكتوبر 1953 مجلة التايم الأمريكية حكت تفاصيل الجريمة البشعة اللي ارتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين في قبيع المجلة قالت بالنص إن شارون واللي معاه فتحوا النار على كل رجل وامرأة وطفل قبلوه في طريقه وضربوا حتى الماشية بالرصاص وفجروا 42 منزل ومدرسة ومسجد بالديناميت تعطية التايم للحدثة كانت سبب رئيس وراء انتشار أخبارها في العالم كله وساعتها الإسرائيليين لقوا نفسهم في ورطة دبلوماسية مش في أمريكا بس وإنما على مستوى العالم وده تجلى بشكل واضح في قرار مجلس الأمن رقم 101 الصدر في 24 نوفمبر 1953 واللي قادان بشكل واضح الإسرائيليين واتهمهم بارتكاب مجزارة قبيع الأمريكان مش بس ما استخدموش حق النقض الفيتو زي ما بيعملوا كل مرة علشان ينقذوا الإسرائيليين وإنما كمان سهموا في صياغة القرار نفسه إدارة الرئيس الأمريكا وقتها دوايت أزنهاور كانت حريصة على أنه يكون في نوع من التوازن في السياسة الأمريكية تجاه الصراع بين العرب والاحتلال الإسرائيلي وكانت أكثر جرأة في تحدي الإسرائيليين يعني لما الاحتلال بدأ سنة 1953 في مشروع تحويل مياه نهر الأردن من موقع جسر بناتي عقوب في الشمال للنقب أيزنهاور أصدر قرار في سبتمبر من نفس السنة بتعليق المساعدات الأمريكية للإسرائيليين ومرجعهاش غير لما الإسرائيليين سمعوا كلامه ووقفوا المشروع اللي كانت سوريا معترضة عليه من الآخر أيزنهاور ما كانش هو متحمس أول الإسرائيليين وكان عاوز يبقى محايد على عكس هارت رومان اللي كان منحز للإسرائيليين واللي خلى أيزنهاور قادر يعمل كده هو أنه على خلاف معظم سياسيين في واشنطن اللي جايين من البيئة الحزبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أيزنهاور كان جاي من الجيش بصفة واحد من أهم الجنرالات في تاريخ أمريكا قيادته لقواته الحلفاء في الحرب العالمية التانية خلتله شعبية كساحة بين الشعب الأمريكي لدرجة خلت البعض يوصفه بأنه رئيس فوق السياسة وعنده القدرة على تحمل أي ضغوط سياسية ممكن تمارس عليه بسبب شعبيته الكبيرة علشان كده المؤرخ الصهيوني ميلفين يوروفيسكي بيقول إن أيزنهاور ما كانش عنده ميل كبير لتكوين صداقات مع المجتمع اليهودي وبيوصف السنوات الخامسة الأولى من إدارة أيزنهاور بأنها أدنى نقطة في العلاقات بين الإسرائيليين والأمريكيين المهم بعد ما مجزرة قبية تسببت في سوء صمعة الاحتلال الإسرائيلي بالأخص داخل الولايات المتحدة اللي كان بينظر لها باعتبارها الحليف الأهم الإسرائيليين بدأوا يدركوا أهمية وجود كيانات في أمريكا مهمتها وشغلها الشاغل إنها تنصرهم وتقوي موقفهم في واشنطن سواء قدام الرئاسة أو الكونجرس في الإطار ده الصحفي والمحام الأمريكي الصهيوني آيزيا كينن أستس في مارس من سنة 1954 منظمة اسمها American Zionist Committee for Public Affairs أو اللجنة الأمريكية الصهيونية للشؤون العامة ولكن في سنة 1959 هيشيلوا كلمة الصهيونية وحتغير اسمها ليه American Israel Public Affairs Committee أو اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة المعروفة اختصارا باسم اللجنة دي ببساطة عبارة عن لوبي أو مجموعة ضاء هدفها الدفاع عن المصالح الإسرائيلية وتوجيه السياسة الأمريكية للمسارات اللي بتخدم المصالح دي التطور الأهم في تاريخ إيباك كان بعد تقاعد كينن وتحديدا سنة 1980 في السنة دي إيباك عينت الدبلوماس الأمريكي السابق توماس داين مدير تنفيذ لها داين كان قدامه تحدي كبير جد اليهود في أمريكا ساعتها كانوا بيشكلوا أقل من 3% من سكان الولايات المتحدة وعايشين متوزعين على 9 ولايات أمريكية وبيصوتوا للديمقراطيين بس تقريبا ودي كلها عوامل تضعف من تأثيرهم التحدي بقى هو إزاي يخلي مجموعة من البشر بالمواصفات دي يبقوا قوة سياسية كبيرة قادرة تأثر على كل عضو من أعضاء كونجرس في كل ولاية من الولايات الأمريكية حتى الولايات اللي ما فيهاش يهود تقريبا شوفوا بقى اليهود عملوها إزاي داين أطلق حملة على مستوى الولايات المتحدة بعد خلالها مجموعة من الموظفين الشباب يدوروا في كل شبر في أمريكا على اليهود خصوصاً اليهود اللي عايشين في الولايات اللي معروف إن ما فيهاش يهود كتير الهدف إنهم يلاقوا أي عدد من اليهود مهما كان قلي يعني مثلاً في مدينة لابوك في ولاية تيكساس لقوا 9 يهود قاعدوا معاهم وفهموهم المطلوب منه طب إيه المطلوب ده؟ إنهم يعملوا تجمع مع بعض ويتواصلوا بصفة جماعية مع أعضاء الكونجرس في ولايتهم ويتكلموا معاهم عن أجندة القرارات المؤيدة اللوب الإسرائيلي أنشأ 435 تجمع بهذا الشكل بيضموا نشطاء شغلتهم لاجتماع مع أعضاء الكونجرس وحثوهم على تبني الأجندة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي بالشكل ده الإسرائيليين ووصلين لويدن كل سياسي في واشنطن وتنظمهم لعنصارهم بالشكل ده بيوح إن هم كتار ولكن ده مش كفاية داين قدرك إنه علشان يكون لللوب الإسرائيلي تأثير حقيقي على صناع القرار في واشنطن فلازم الفلوس تدخل اللعبة وده من خلال جمع التبرعات لصالح السياسيين اللي حيدعمه الإسرائيليين طبعا مش عارف تعرفه ولا لأ بس في أمريكا القانون بيسمح عادي جدا لجماعات الضغط إنها تصرف فلوس لدعمه مرشح بعينه أو تصرفها ضد مرشح بعينه يعني جماعة الضغط الفلانية عاوزة تكسب المرشح الفلاني في الكونجرس علشان بيقيد قانون معينة في مصلحتها عادي جدا إنها تتبرع له بفلوس في حملته الانتخابية والعكس صحيح يعني ممكن تصرف فلوس في الدعاوة ضد مرشح تاني شايفة النفوذه مش في مصلحته ده طبعا بيفتح باب لشراء الولاءات لكنه في النهاية يظل نشاط قانوني وده شيء قررته المحكمة العليا الأمريكية في 2010 لما قالت إن النشاط ده واقعت ضمن نطاق حرية التعبير اللي بيكفولها التعديل الأول من الدستور الأمريكي المهم الكيانات المسموح ليها بأنها تمارس نشاط جمع الفلوس والتبرع بيها لحملات السياسيين بيطلق عليها اسم أو لجنة العمل السياسي الليجان دي أنشطتها وفلوسها بتخضع لمراقبة لصيقة من الحكومة الأمريكية المهم إيباك بسرعة بقت أهم لوبي في أمريكا ونفوذها توسع وشمل الحزبين الديمقراطي والجمهوري وده شيء للوهلة الأولى ممكن يثير الاستغراض لأنه معروف إن اليهود الأمريكيين تاريخياً بيفضلوا بشكل واضح التصويت للحزب الديمقراطي ولكن إيباك بذكاء قدرت تخلق لها نفوس بين الجمهوريين لما وعدتهم بأن الجمهوري اللي هيصوت في الكونجرس على مزاجهم هياخد دعم مالي في حملته الانتخابية من إيباك واللي ساعد إيباك على كده هو إن ما كانش فيه حد أصلاً بينفسها في الضغط على السياسيين الأمريكيين يعني مثلاً فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الطرف الوحيد اللي كان بيدغط بشكل منظم على السياسيين في واشنطن لتنفيذ أجندته هو الطرف الإسرائيل وبالتالي أصبحت إيباك هي الملجأ الرئيسي بالنسبة لكتير من الطامحين في كورسي داخل الكونجرس خصوصاً لما تدرك إن إيباك مش بس ممكن ما تدعمكش وإنما كمان تدعم خصمك أديكم مثال في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي اللي انعقدت سنة 1984 السيناتور الديمقراطي ويلتر هادلستون اللي كانت إيباك وقفة وراءه خسر مقاعده في المجلس لصالح مرشح الحزب الجمهوري وقتها المهم مرشح الحزب الجمهوري اللي فاز وقتها بفرق بسيط جداً ما زيتش عن 4 من 10% من إجمال الأصوات استشعر مدى أهميته ثقة للدعم اللي كانت إيباك حطاه وراء هادلستون وده خوفه من إنه يخسر المقعد ده في المستقبل لو إيباك دعمت المنافس الديمقراطي ضده أم عامل إيباك؟ السيناتور الجمهوري راح قابل اتنين من مسؤول إيباك وقال لهم بالنص اسمحولي أكون واضح جداً معاك قولولي إيه المطلوب مني أعمله علشان أحصل على دعمكم في الانتخابات الجاية عارفين مين هو السيناتور ده متش ماكونل اللي كان لحد 2021 هو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ واللي حالياً هو زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس من 1985 ولحد النهاردة ماكونل بيكسب مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كينتاكي باختصار الرسالة اللي وصلتها إيباك لماكونل وغيره من الجمهوريين في الكونجرس هو إنه لو إنت معانا وبتدعمنا في مواقفنا فإحنا مش هندعم الديمقراطيين اللي حيفكروا يدخلوا قصادك أما بقى لو مش يتعود فما تزعلش من اللي هيحصل وحديكم برضو مثال سريع في سنة 1982 عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بول فندلي قال جملة بسيطة جداً قضت على مستقبله السياسي قال أنا صديق مقرب من ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني الراحي الجملة دي كانت كافية لإن إيباك تعتبره خصم وتنزل أصاده في الانتخابات ديك ديربين وتدعمه بكل قوتها علشان يفوز عليه وبالفعل فاز عليه اللي تعامل في فندلي تعمل في واحد أدخل منه هو السناتر الجمهوري شارس بيرسي اللي إيباك وصفته بإنه غير ودود تجاه إسرائيل في انتخابات سنة 1984 إيباك دعمت الديمقراطي بول سيمون اللي كسب المقعد من بيرسي الشاهد بقى هنا وإنه ضين المدير التنفيذي لإيباك طلع ساعتها قال إن اليهود في أمريكا اتحدوا مع بعض من الساحل للساحل علشان يطيحوا ببيرسي وكمل وقال أظن أن السياسيين الأمريكيين سواء اللي موجودين في مناصب دلوقتي أو اللي بيطمحوا للكرسي فهموا الرسالة وبالتأكيد الرسالة وصلت للكل سواء في الكونجرس أو في البيت الأبيض اللي مش بعيد خالص عن تأثير إيباك مهما كان اللي قاعد على المكتب البيضاوي عنيد زي باراك أوباما مثلا اللي إيامة خانق مع نتانياه في 19 مايو 2011 أوباما طلع قال خطاب اتكلم فيه عن الشرق الأوسط وأثناء الخطاب ده قال بالنص أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند لخطوط عام 1967 مع مقايضات متفقة عليها بشكل متباد ده هو الموقف الأمريكي الرسمي من زمان لكن أوباما كان هو أول رئيس أمريكي يبروز النقطة دي بوضوح علشان كده الإسرائيليين يتجننوا لما سمعوا الكلمة وعلى طول أعضاء إيباك اتدخلوا واتصلوا بأعضاء الكونجرس اللي تبعهم وحرضوهم ضد أوباما علشان يضغطوا عليه ويحسسون أصدقاء الاحتلال الإسرائيلي اللي هم أغلب الكونجرس ضده وبالتالي يدفعوه لأنه يتراجع عن اللي قالوا في خطابه تفتكروا إيه اللي حصل بعدها بتلات أيام بالزبط وتحديداً في 22 مايو أوباما حضر المؤتمر استنى وليه بعك وفي خطابه هناك غير كلامه وقال إن الإسرائيليين والفلسطينيين هيتفاوضوا على حدود تكون مقبولة بالنسبة لهم مختلفة عن اللي كانت موجودة في 4 يونيو 1967 طبعاً تراجع أوباما عن كلامه ده له معنى كبيره لكن المعنى الأكبر هو تواجده في المؤتمر ده بالأساس رؤساء الولايات المتحدة في السنين الأخيرة ومعظم السياسيين في واشنطن حرصين على حضور المؤتمر ده مدير اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة بيفتخروا بأن المؤتمر السنو بتاعهم هو أكبر حدث بيحضروا أكبر عدد من أعضاء الكونجرس وده باستثناء بس الجلسة المشتركة لكونجرس وخطاب حالة الاتحاد غير كده مفيش حدث تاني في واشنطن بيضم عدد من أعضاء الكونجرس أكتر من مؤتمر إيباك السنوات الناس دي بتحضر إما طمعاً في دعم إيباك أو اتقاءاً لشرحه وفي السياق ده في حكاية لطيفة جداً ذكرها الصحف الأمريكي جيفري جولبيرج في مقال نشره في يونيو 2005 في مجلة نيويورك جولبيرج حكى أنه كان بيتعش في يوم الأيام مع ستيفن روسن مدير شؤون السياسة الخارجية في إيباك وأثناء العشاء سألوا على وضع إيباك ونفوذها بعض فضيحة ديفيد ستاينر اللي ما يعرفش منكم الفضيحة دي فباختصار القصة هي أن ديفيد ستاينر كان رئيس إيباك في 1992 وساعتها تسرب له تسجيله هو بيقول فيه إن إيباك بتتفاوض محملة بيل كلينتون إن في مجموعة أفراد حيتم تعيينهم في الإدارة ومجرد ما كلينتون يدخل البيت الأبيض قل بالنص لدينا عشرات الأشخاص في المقر الرئيسي سيحصلون جميعاً على وظائف كبيرة في نفس الوقت قال برضو في التسجيل إنه ضغط على وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر علشان يدي مساعدات إضافية للاحتلال الإسرائيلي التسجيل ده لما تسرب الدنيا تقلبت وستاينر الطري يستقيل من إيباك المهم نرجع للمطعم تاني جول بيرج بيسأل روسين مدير السياسة الخارجية في إيباك وبيقول له هل الحادثة دي أثرت بالسلب على نفسكم؟ هنا بقى روسين رد عليه الرد الأسطوري اللي محدش ينساه اتسم نص ابتسامة ومد إيده على الترابيزة اللي كانوا قاعدين عليها ومسك منديل وقال له انت شايف المنديل ده أنا أقدر في خلال 24 ساعة أخلي 70 عضو في مجلس الشيوخ يوقعوا على المنديل ده هو الكلام طبعاً في نوع من التباهي والاستعراض تقدر تخلي معظم أعضاء الكونجرس يمضوا على بياض من غير ما يسألوا هم بيمضوا على إيه وده حصل بالفعل قبل كده في 2009 صدر تقرير جولدستون الشهير اللي أعدته لجنة تقص الحقائق اللي شكلتها الأمم المتحدة علشان تحقق في أحداث العدوان الإسرائيلة على قطاع غزة اللي بدأ في ديسمبر 2008 التقرير ده اتهم الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وده شيء أغضب إيباك اللي هجمت التقرير واتهمته بينه مزور وبناء عليه إيباك راعت مشروع قانون في مجلس النواب في نوفمبر 2009 بيرفض تقرير جولدستون النواب الأمريكيين صوتوا بأغلبية 344 مقابل 36 لصالح المشروع اللي بيرفض التقرير الشاهد بقى هنا هو النائب الأمريكي براين بيرد اللي كان زار غزة بنفسه بعد انتهاء العدوان الإسرائيلة عليها بأسابيع وشاف بنفسه الدمار اللي تسبب فيه الإسرائيليين بيحكي إنه قرأ كل كلمة في التقرير وإن المكتوب فيه متوافق مع اللي شافه بنفسه في غزة واستغرب جداً من إن زملائه في مجلس النواب كانوا بيدخلوا قاعة المجلس يصوتوا بالموافقة على مشروع القانون بتاع إيباك اللي هما ما قرأوهوش قبل كده ولا حتى قرأوا تقرير جولدستون اللي مشروع القانون بيرفضوا ولا حتى زاروا غزة اللي التقرير بيتكلم عليها يعني من الآخر أعضاء مجلس النواب الأمريكي في السياق ده كانوا ببساطة شوية بصمجية دي لمحة بسيطة عن تأثير إيباك القوي جداً ويمكن أكتر واحد فاهم الكلام ده هو الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن اللي بيعتبر أكتر سياسي أمريكي في التاريخ أخد دعم مالي من جماعات الضغط المؤيدة للإسرائيليين بفارق كبير عن هيلر كلينتون صاحبة المركز الثاني إيباك كان لها دور كبير في دعم بايدن في انتخابات الرئاسة اللي كسبها قصاد ترامب في 2020 ولكن مش إيباك لوحدها اللي نجحته العرب والمسلمين الأمريكيين اللي شارك منهم 1.1 مليون في انتخابات 2020 لعبوا دور كبير في فوس بايدن بالانتخابات دي وأهمية أصوات المسلمين بتكمن في أن جزء كبير منها موجود في الولايات المتأرجحة أو لسوينج ستيتز زي فيرجينيا وميتشيجان ميتشيجان على سبيل المثال فيها ما يقرب من ربع مليون مصل فقدان الأصوات دي معناها من بايدن وارد جدا يخسر ميتشيجان اللي كسبها في 2020 من ترامب بفارق 150 ألف صوت بس خسارة ميتشيجان معناها خسارة 16 صوت من أصوات المجمع الانتخابي وده شيء مش مستبعد بالنظر إلى أن في حالة كبيرة من الصخط وضب بين العرب والمسلمين في أمريكا بسبب تأييد بايدن الكاسح للإسرائيليين اللي بيرتكبوا مجازر ضد المدنيين العزل في قطاع غزة ومحصرينهم ومنعين عنهم كل أسباب الحياة إيه باك طبعاً فرحنة بالموقف الأمريكي الحالي ولكن الشعب الأمريكي نفسه عنده شكوك كبيرة في الموقف ده وده نعكس على شعبية بايدن في استطلاع رأي نشر وجاله في 26 أكتوبر 2023 يعني بعد حوالي 3 أسابيع تقريباً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اتضح أن معدل قبول بايدن بين الأمريكيين نزل لـ 37% وده واحد من أدنى المعدلات اللي حصل عليها خلال رئاسه محدش يقدر ينفي أن بايدن هو واحد من أكتر السياسيين الأمريكيين اللي صادقين في دعمهم للاحتلال الإسرائيلي هو بيدعم الإسرائيليين فعلاً عن اقتناع ولكن ده ما ينفيش أنه بنسبة كبيرة حاطت في حساباته الحصول على دعم إيباك في انتخابات 2024 السؤال بقى هل رهانه ده حينجح ولا حيكلفه خسارة الانتخابات أتمنى تجاوبوني على السؤال ده في التعليقات في النهاية ريت لو عابوكم الحالة وحبين شوفونا تاني اشتركوا في القناة واستنونا في حالات جديدة بإذن الله سلام اشتركوا في القناة